وعلى هامش الجلسة الإجرائية شهد معالي سقرغباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي ومعالي الشيخ انهيان بن مبارك آل انهيان وزير التسامح والتعايش الجلسة التي عقدها البرلمان الإماراتي للطفل في قاعة زايد بمقر المجلس بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي وكبار المسؤولين وتناولت الجلسة التي جاءت برئاسة مثايل أستريدي رئيسة البرلمان الإماراتي للطفل مجمل التحديات والحلول المثالية التي تواجه أطفال الدولة في قضايا متعددة والسبل التي تنهض بالجيل الجديد أصولا بهم نحو التميز والإبداع هذا وتقدم الأعضاء بمقترح إنشاء مراكز للأطفال واليافعين بجميع إمارات الدولة تركز على مواكبة التغيرات التي يشهدها العالم في مجال الابتكار والتطور والاستدامة لتكون هذه المراكز منصة للإبداع والتميز في بيئة آمنة وصديقة للطفل وذوي الإعاقة يذكر أن البرلمان الإماراتي للطفل يتشكل من أربعين عضوا من جميع إمارات الدولة يتنصفها الذكور والإناث